التوجهات الحديثة في التعليم تؤمن بالتعليم المرتكز على الطالب التعليم اللي يكون فيه الطالب مشارك في عملية التعليم بحيث أن الطالب أو الطالبة يعطوا رأيهم في العملية التعليمية يبحثون عن المعلومة بأنفسهم يشاركون في الاكتشاف والتعرف والبحث عن المعلومة ينظمون المعلومات يحللون المعلومات وإلى آخر البعض من المعلمين والمعلمات يتبنون هذه النظرية في التعليم وأثبتت أهميتها ونجاحها في التعلم بهذه الطريقة المعلومة ترسخ في ذهن الطفل طريقة أقوى من طريقة التعليم التقليدي أو التعليم الكلاسيكي فبالتالي التعليم عبر المنصات والتعليم عن بعد يتبنى هذه النظرية وأنا أعتبر هذه الاستراتيجية جدا هامة ونحن في موقف الآن أتيحت للطلبة والطالبات الفرصة وفتح لهم المجال أن يحتضنوا أساليب التعلم الخاصة فيهم ويصبحوا هم المحور المباشر في العملية التعليمية في السابق في بعض الفصول كان الطالب متلقي فقط الآن أصبح الطالب أيضا مقدم للعملية التعليمية يسعى يبحث يكتشف ويبتكر بنفسه لكن ما يجب أن يقوم فيه المعلمين حاليا ليتماشوا مع التوجهات الحديثة للتعليم هي تصميم البرامج التعليمية وأساليب التعليم والتحصيل والتقييم بحيث تتاح للطالب أن يمسك بزمام الأمر بنفسه بغض النظر عن عمر الطفل سواء كانوا في مراحل التعليم الدنيا كرياض الأطفال والصفوف الأولى الابتدائية أو مراحل التعليم العليا في الثانوية أو الجامعة تصمم هذه البرامج التعليمية لكل طفل على حسب قدراته على سبيل المثال إعطاء الطلبة مشاريع بحثية أو تعليمية قد تكون مبسطة فمثلا يطلب من الطفل التعرف على أوراق الشجر معرفة أجزاء النبتة بحيث أنا أعطيه نظام معين أو ستركتر معين فيه أسئلة واضحة صور نماذج تعليمية أوراق عمل وأنشطة وبعد ذلك ينطلق الطفل للبحث عن المعلومة تصوير المعلومة قياسها معرفة ألوانها رسمها وتوصيلها للمعلم ويقيم مستوى الطالب ومعرفته للمعلومة من خلال ما قدمه من محتوى في هذه المشاريع أيضا التفصيل وإعطاؤهم معلومات مفصلة أكثر خاصا ونحن الآن في بداية توجهاتنا للتعليم المرتكز على الطالب بحيث يكون التعليم ما هو عشوائي أعطي الطفل توجهات مفصلة يعرف كيف ينتقل من خطوة رقم واحد إلى خطوة رقم اثنين الاستفادة أيضا من التعليم الإلكتروني يزيد من دافعية الطفل أكثر فالمنهج أو الطريقة الأولى ذكرناها الآن اللي هو التعليم النشط هذه سوف تزيد من دافعية الطفل ورغبته في التعلم أكثر يكون فيها حماس يكون فيها نشاط لأن التعليم ارتبط فيه ويتناسب مع مستوى ومهاراته وقدراته ويحفزه بالإضافة إلى الاستفادة من التعليم الإلكتروني عبر وجود كم هائل من التطبيقات الآن توجد كثير من التطبيقات المنوعة ممكن تزويد الطلبة فيها تحفز الطالب على التفاعل والاعتماد على نفسه وهذه المواقع أيضا موجودة أحيانا بشكل مجاني قدمت من الدولة بما يتناسب مع مستوى الطفل وعمرهم بالإضافة لإعطاء الأطفال مشاريع مختلفة كتابة مثلا مدونات خاصة فيهم وغيرها فأزيد دافعية الطفل بربطه في العملية التعليمية بحيث يكون هو جزء من العملية التعليمية وليس متلقي فقط أيضا أنوّع في الأنشطة التعليمية بحيث تتناسب مع مستوى الطالب والمراحل العمرية الخاصة فيهم ترجمة نانسي قنقر